اشتركوا في القناة صفحة 172 172 في كتاب المعاصر سنة رابعة لو انت اول مرة تتابعنا ياريت تشترك في القناة واتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد شارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان يوصل لأكبر قدر منكم الطلاب ودعمنا بلايك لو الفيديو عجبك هسيب لك تحط في الوصف ازاي تكتب اميل فيديوين مهمين جدا يا سنة رابعة هسيب لك كمان صفحة الفيسبوك لو محتاج أسف صور تقدر ترسلني من خلالها وتتابعنا هناك محلولة من الوحدات من كتاب المعاصر وكتاب الجم اللي مع نسخ كتاب الجم وفيها التقييمات الاسبوعية الخاصة بموقع الوزارة طيب هنعمل اين نهاردة يا ميس هنشرح ونحل على listen to على الدرس التاني اللي في الوحدة الخامسة جاي لي الدرس ده بتلت عنوين اول عنوان اذئة near or far هل هو بعيد ولا قريب نير يعني قريب ونير يعني وفار يعني بعيد وعندي هنا كمان language focus قاعدة لغوية هناخدها في الدرس بتاع النهاردة واليكتر سيتي اللي هي الكهرباء تعالى نبدأ على طول زي ما احنا متعودين يا سنة رابعة بالvocabulary وناخد الدرس واحدة واحدة ونتعرف عالدنيا مع بعض صلوا عن نبي كده قبل ما نبدأ ويلا على طول اول حاجة عندي key vocabulary اللي هي المفردات الرئيسية نقرأ مع بعض بالراحة هتعيد الجزء بتاع الكراءة ده اكتر من مرة عشان يثبت معاك lightning يعني زاهرة البرك زاهرة البرك اسمها lightning يبقى lightning زاهرة البرك انا عندي الجي اتش هنا يا ولاد سايلنت لا تنطق اجلناها ايه ما تطنطعش lightning lightning مجبس كهرباء يعني socket ها يبقى تفترمي يلا socket socket مجبس الكهرباء نفسه اسمه socket electric shock صدمة كهربائية اسمها electric shock electric shock electric shock plug اللي هو يا ولاد اللي ايه القابس او الفيشة اسمه plug plug اللي بيتفترمي يلا سمحته plug storm اللي هي عاصفة اسمها storm storm يعني عاصفة storm storm electricity يعني كهرباء اسمها electricity 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 اللي بتفترمي electricity 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 بعد كده عندي الاكسترا vocabulary اللي هي المفردات الاضافية مهمة جدا كهرابي يعني electrical electrical يعني كهرابي electrical electrical ورشة اسلاح يعني repair shop repair shop ورشة اسلاح اسمها repair shop repair shop litter يعني خطاب اسمها litter litter وطبعا لو انطقتوا سريعا كده يبقى litter litter بانطقين صح litter energy يعني طاقة energy energy اللي بتفترمي يلا energy بطريقة آمنة يعني safely بطريقة آمنة safely اللي بتفترمي يلا safely safely وميد أو نور خاطف يعني flash 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 وميد أو نور خاطف flash speed يعني سرعة speed speed سرعة يعني speed 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 huge يعني ضخم huge ضخم يعني huge huge burn burn يحرق burn burn اللي بتفترمي burn burn tools اللي هي ادوات اسمها tools 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 يعني ادوات مفرد اداة tool ولكن ادوات tools 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 تنقيط dripping dripping يعني تنقيط حاجة بتنقط dripping 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 light يعني ضو اسمه ايه light light ضو يعني light والجي اتش هنا يولاد ايه silent لا تنطق بعد كده زي ما انتو شايفين يا سنة رابعة تصريف الافعال معروف ان الرجلر يولاد اليال منتظمة باضافة ايه الدي الافعال نهيتها ايه وال اي دي مع معظم الافعال واخر حاجة ال اي اي دي مع الافعال نهيتها واي مسبوكة بحرف ساكن تقلب ل اي اي دي اول فعل معايا هو study يدرس منتهي بواي الواي قبلها حرف ساكن هنقلب الواي ل اي اي دي هتبقى studied study studied يبيت افترمي يلا study studied control يتحكم الماضي منه controlled control controlled control controlled touch يلمس الماضي منه touched touch touched touch touched travel ينتقل الماضي منه traveled traveled يلا كده البيت افترمي لو سمحتك travel traveled travel traveled deliver يوصل الماضي منه delivered deliver delivered deliver delivered practice يتدرب الماضي منه practiced practice practiced practice practiced become اللي هو يصبح الماضي منه became become became become 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 became pot اللي هو يضع الماضي منه pot 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 get يحصل على الماضي منها got get got get got get got take 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 talk take talk طبعا انا عندي هنا regular verbs اللي احنا كرقناه مع بعض دلوقتي دي حفظ ملاهاش ايه ملاهاش قاعدة مش زي طبعا الرجلر اللي هي ايه ولاد اللي هي الأفعال المنتظمة يبقى الأفعال غير منتظمة بتتحفظ لكن الأفعال المنتظمة لها قاعدة دي والإيدي والآي إيدي بعد كده زي ما انتوا شايفين عندي الimportant expressions التعبيرات and propositions والحروف الجر الهامة بقولك هنا get an electric shock يتعرض لصدمة كهربائية get an electric shock get an electric shock make sure يتأكد من make sure make sure make sure amount of كمية من amount of amount of close to قريب من او تعادل close to close to know how to بيجي بعدها مصدر الفعل زي ما انتوا شايفين know هنا k silent يولد لا تنطق وبعدين know how to على بعض كده بيجي بعدها مصدر الفعل يعني الفعل بدون إضافاتي السنة ربعة طيب عندي نوت ملاحظة كده بيقولك ان احنا we add l y احنا بنضيف l y to an adjective للصفة to make an adverb وبنكون منها ظرف safe لما ضفت لها l y بقت safely بطريقة آمنة تحولت لي اي اولاد تحولت لأدفيرب يعني ظرف نعيد يا سنة ربعة الجزء بتاع الكلمات ده اكتر من مرة عشان النوت يثبت معانا والدنيا تكون سهلة تعالى نكمل لسن كاملين في يونت 5 الوحدة الخامسة صفحة 173 مية 73 لسنتو الدرس التان عندي هنا المين باينت النقاط الهامة on listening على الاستماع عن reading text ونصوص القراءة طبيق النهاردة او الموضوع بتاع النهاردة the electricity يعني الكهرباء عندي اولاد guiding words كلامات ارشدية و census جمل travel يسافر قالك electricity الكهرباء travels بتسافر very fast بطريقة سريعة جدا dangerous خطر electricity is very dangerous الكهرباء خطر جدا shock يعني صدمة control التحكم if we get an electric shock لو احنا تعيه حصل صدمة كهربائية we can't control our bottles مش هنقدر نتحكم في جسمنا burn اللي هو يحرك electricity can burn us ممكن تحرقنا touch يلمس ويت مبتل never touch anything electrical متلمسش اي حاجة كهربائية with wet hands بايدي مبتلة socket اللي هو ايه والبلاكز اللي هي المقابض ياولاد والمقبس never put anything into a socket only use blocks okey make sure always make sure ان ايدك ايه جفة مش مبللة عشان تلمس حاجة فيها كهرباء عندي هنا نوت لاحظ we use always احنا بنستخدم always and never to give instructions عشان نضي ايه ياولاد تعليمات وبيتبحها مصدر الفعل وانا عندي ملحوظة ان always and never بنستخدمها عشان نعطي instructions تعليمات وبيتبحها مصدر الفعل مصدر الفعل يعني الفعل بدون اضافات ركزوا معايا بقا all study hard دايما نذكر بجد وده انا بقولوز وعدين مصدر الفعل وبعدين ايه دي حاجة طبعا ايجابية never eat unhealthy food ما تكلش طعام صحي ودي حاجة سلبية انا بأمرك تعليمات بحاجة سلبية انك ما تعملهاش بعد ما كون يا سنة الرابعة ذكرنا كويس جدا جدا وبقى ما فيش اي مشكلة في مذاكرتهم بنقدر نحل بقى الكوز اللي جاي عليهم بمنتهى السهولة تعال نحله مع بعض ونشوف بيقول ايه هنا بيقول لك don't touch ما تلمس the hot pot اناء ساخن it can not at you ممكن travel يسافر study يزاكر burn يحركك but طبعا burn يحرك I like to watch ايه بحب اشاهد ايه of lightning in the sky بحب اشاهد الفلاش يا ولاد الواميد بتاع البرك في السماء smell ya shams sound soot وودر مايا تصن الشمس gives us بتعطينا ايه ديورنج زا دي اثناء اليوم gas ولا ايل زيت ولا وودر مايا ولا لايه دينا طبعا ضوء بعد كده make sure تأكد ان ايدك are dry جافة قبل ما تتتحكم في ايه حاجة كهربائية ولا تحرك ولا يسافر ولا تعتش يلمس طبعا قبل ما تلمس if we get an electric electric نقط we can't control our buds لو احنا تعرضنا لشوك يا ولاد صدمة كهربائية مشانه انت تتتحكم في بسمنا the electrician knows how to work safely with electricity الكهربائي بيعرف تتعامل بامان مع الكهرباء تعالوا نكمل بعد كده صفحة ونهانرد سفينتي فور مية أربعة وسبعين في يونت 5 الوحدة الخمسة عندنا وصلنا للليسننج and reading الاستماع والكراء look انظر listen استماع and read واقرأ هنقرأ ايه بقى مع بعضها نقرأ أميرة ذا إلكترشان أميرة ذا إلكترشان يعني الكهربائية أميرة أميرة هنا شغالة إيه كهربائية This is أميرة دي أميرة يا أولاد She's an electrician هي كهربائية She studied here to dress and practiced وبتمارس أو بتتدرب for three years لمدة ثلاث سنوات before she became قبل ما تصبح an electrician قبل ما تصبح إيه كهربائية She knows how to work safely with electricity يبتبت بتتعامل بشكل آمن مع الكهرباء عندي هنا interviewer يعني محاور بيتكلم مع أميرة فبقولها تلقص أخبرينا something interesting about electricity شيء مسير عن الكهرباء فأميرة هتبدأ تقول له Did you know هل أنت تعلم electricity الكهرباء travels very fast بتنتقل بسرعة شديدة close to the speed of light وقريبة من سرعة الضوء In a storm في العاصفة أو أثناء حدوث العاصفة We sometimes see a flash إحنا بنشوف وميد of lightning من البرق There is a huge amount of energy دي بتكون كمية هائلة من الطاقة In an electrical storm في العاصفة القهربائية حلو الانترفيور اللي هو المحاور قال له Is electricity dangerous هل الكهرباء خطر الأميرة أردت عليه قلت له Yes very dangerous خطر جدا If we get an electric shock لو إحنا جاءت لنا صدمة كهربائية We can't control our bus مش هنقدر نتحكم في أجسدنا It can also burn us دي ممكن كمان الكهرباء تحرقنا الانترفيور قال لها How can we use electricity safely إزاي نستخدم الكهرباء بشكل آمن أميرة قالت له Never touch anything electrical with wet hands ما تنمس أي حاجة فيها كهرباء بأيدي مبللة Never put anything into a socket ولا تضع أي شيء في المقبس Only use blocks فقط استخدم المقابس السؤال الأولاني What did Amira do to become عملت عشان تصبح كهربائية She started درست ومارست أو تدربت لمدة 3 سنين Why is electricity dangerous ليه الكهرباء خطر طبعا احنا قلنا أن هي خطر لي أولاد نقول هي خطر عشان طبعا لو أنت جايلك Electric shock We can't control مشانا نقدر نسيطر على أجزامنا It can also burn us ممكن تحرعنا دي جابت السؤال نقم 2 أو رقم 2 بعد كده يا سنة رابعة وصلنا لصفحة 175 175 وصلنا لجزء الخاص بالlanguage focus القاعدة اللي موجودة في الدرس بتاع النهاردة عندنا النهاردة ياولاد ضمائر الإشارة هي demonstrative هابرونس يعني إيه ياولاد يعني ضمائر الإشارة أي ضمائر الإشارة وهنعمل بيه النهاردة وهندرسه إزاي أول حاجة يوسج الاستخدام بتاع ضمائر الإشارة قال لك we use احنا بنستخدم أول ضمائر معانا هو this that these those بنستخدمه لإيه to say how close an object is to the speaker بنستخدم ضمائر الإشارة this with that with these with those لتوضيح مدى كرب الشيء من المتحدث وإيه فيهم بييجي مع المفرد وإيه فيهم بييجي مع الجامعة ركزوا معي أنا عندي دمار الإشارة دي في منهم جزء مع المفرد وهو this with that دولت بيجوا مع المفرد أوكي لكن this with those بيجوا مع الجامعة وإيه فيهم وهو أولا بيجوا من المفرد وإيه فيه وإيه فيهم مين فيهم قريب ومين فيهم بعيد قالك بتستخدم this و that مع الأسماء المفردة والأسماء الغير معدودة أهو بتستخدم this و that مع singular nouns الأسماء المفردة and uncountable nouns والأسماء الغير معدودة أول حاجة قلنا this بتيجي مع المفرد مع الأشياء النير القريبة تستخدم الإشارة إلى اسم المفرد قريب يعني مثلا الكتاب ده قريب جدا من إيدك فthis book هذا كتاب this bus driver هذا إيه أولاد السائق الأوتوبيس is taking me to school بيأخذني للمدرسة لكن عندك that قالك that بتيجي مع الإشارة المفرد بعيد أنا هنا الكتاب بعيد عن إيدي that book هذا كتاب وهنا كلمة book سواء هنا أو هنا مفرد يبقى this و that بيجوا مع المفرد بس الاختلاف إن this بتيجي مع القريب و that بتيجي مع البعيد that is the water dripping from the facet المية بتنقط من الصنبور يبقى كمان بتستخدم مع الأسماء الغير معدودة water هنا اسم غير معدود ماقدرش عده يا سنة ربعة يبقى this و that بيجوا مع الأسماء المفرد والأسماء الغير معدودة طيب تاني حاجة معي في أسماء الإشارة وهي these و those و دول يا أولاد بيجوا مع مع البلورال نعونز مع الأسماء الجامع برضو this مع الاسم الجامع الأريب these box هذي الكتب أو هؤلاء الكتب لكن those box يبقى أنا عندي هنا لو بعيد those لو أريب these والأتنين سواء these أو those بيجوا مع الأسماء الجامع هنا box كلمة جامع وهنا box كلمة جامع الميكانيجي ده بيعمل في ورشة ايه تصليح هنا those children الأطفال دي are going to school بيجوا مع أي أولاد مع الجامع فقط هنا كلمة جامع وهنا كلمة جامع ده بالنسبة للجزء بتاع النهار ده بقى أنا خدت كده اختصار من اللي أنا قلته ان this this with that بيجوا مع مين بيجوا مع المفرد ومع الاسم الغير خطي واحد شوية بس قدنا من ايه بنختصر يعني الاسم الغير معدود طيب لكننا عندي these with those مالهم قالك بيجوا مع الجامع أوكي تعالوا من كامل وصلنا لصفحة 176 176 وجايب لكده بقى ايه كلمات ما بين الأقواس هنبدأ نحلها موعد تعالوا نحلها ونقول احنا حلناها كده ليه تعالوا يلا نشوف الحل ايه ده طبعا بعد ما نكون فاهمنا الأسماء الأشارة كويس جدا جدا أو ضمائر الإشارة بتقدر تحل ماي فاثر والدي بوت ذوس اشترى توي ولا تويس احنا قلنا ان these وذوس بيجوا مع الجامع فتوي هنا مفرد ما ينفعش فتفنالها اس بقى التويس الا العاب اشترى العلعاب دي فورميلية are this طالما عندي this هتاخد حاجة مفرد يبقى تاخد اس مش are those بيجي بعدها جامع مش بعدها مفرد يبقى بلامرز ضفنالها ايه اس يعني هازا السبكين بيصلحوا ايه المواسير this هتجي معها are this is that احنا قلنا this وذات بيجي معهم مفرد مش جامع يبقى يجي معهم is مش are these مش ميكانيكس لان these بيجي معاهم جامع مش مفرد وفنالها اس بقى ايه الميكانيكية دول وورك بيعملوا in the repair shop في محل ايه تصليح these هيجي معاها is لان these وذوس بيجي معاهم جامع فاحنا اخدنا بالنا كده ان is مع المفرد وار مع مين يا ولاد مع الجامع لانها تقررت كزا مرة these are the plumbers دولة ايه يا ولاد السباكين tools الادوات بتاعتهم that is احنا قلنا that هتجي معاها is this هتجي معاها is هنا جاي بيرد طائر ينفع نقول that وينفع نقول this طب انت ليه قلت that يا مسمى الجملة صح لا that bird الطائر ده over there is beautiful اللي هناك اللي فوق ده جميل فارق بشورة على حاجة بعيدة وطالما بشورة على حاجة بعيدة هناخد that لكن حاجة قريبة بناخد this these are the facet السنبور هنا كلمة facet يا ولاد الحل التاح ايه عشان احنا ما هلنهاش همضفلها is هتبقى facets بقت facets يعني these are the facets دي الصنابير in our bathroom في الحمام look at بقولك بص على الطيور في السماء طالما حاجة بعيدة those مش this this مع القريب وذوس مع البعيد قولتين بيجي مع الجامع those drivers مش driver لازم يبقى ايه يبقى جامع تعال انحل this or this car is very expensive انا عندي كلمة car هنا بتقول ان دي كلمة مفرد يبقى ناخد this مع المفرد mountens جبال فهناخد those مع الجامع paint the acclam يبقى this مع الجامع can you paint نقطة room روم هنا ايه غرفة هنا مفرد فهتاخد this that or those shoes هنا جامع يبقى تاخد ايه اولاد those excellent this or this map خريطة هنا ايه خريطة مفرد فهتاخد this my father both اشتري لي ايه not a toys for me انا عن توس هنا جامع يبقى تاخد this that or those هتاخد those للجامع bravo عليكم بعد كده بقول لي رقم لي الجمل دي هقول these هركزوا معي these are the children's bags اوكي are هكذا بقى ايه هنقول are those the electric chance tools this is my book كده رقمنا الجمل مع بعض بعد كده يا سنة رابعة وصلنا لصفحة 177 77 لسا مكملين في listen to الدرس التاني هنقرأ نص استماع ونبدأ نحل على طول نص الاستماع تعال نقرأه واحنا بنقرأه نبدأ نحل الجمل بتاعتنا ماذا لسا مش راكش في القناة ونفعل زر الجرس يزري اشترك حالا ونفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد يولا هنا بيقول لك electricity the electricity the electricity the electricity the electricity the electricity الكاملت وقالت if we get an electric shock لو احنا جلنا صدمة كربائية we can't control من قدرش نسيطر على our bodies على اجسامنا we if we get an electric shock we can't من قدرش ان احنا control مسيطر على كم منا وقلنا بعد كده يعني ممكن من تحرقنا بتجري بسرعة جدا في العاصفة بنشوف ايه البرق بعد كده كم منا بيكون فيه طاقة هائلة في العاصفة الكهربائية ده بالنسبة للجزء الخاص بالاستماع بعد كده عندنا بقى تشوز اختار بيعمل فين عشان يصلح العربيات في محل تصليح مش هزبت المستشفى ولا شوب محل ولا سكول مدرسة لا تلمسش اي شيء الكهربائي كهربائي بويت هانز يعني بقى يادي مبللة دراي جافت كليفورزاكي اوبن يافتح لا تضع اي حاجة في الصوكت في القابس استخدم بس ايه المجبس الكهرباء بي نقط بي نقط ده ممكن تحرقنا بقى ايه اولاد خطر نقرأ القطعة دي ونحل واحنا بنقرأ كده انا مونان اسمي مونة انا كهربائية انا زكرت ا Baron ادراست ايه اولاد ووهي مارست كمان درست ومارست او طد DI Она لمدة تلات سنوات قبل ما اصبح ان الكترشان كهربائيا بحب بعرف ازاي اتعامل بامان سافلي مع الكهرباء دي نمبر تو يا سنة رابعة نكتبها هنا الكهرباء قريبة من اي اولاد سرعة الضوء خطر جدا تأكد يور هانس ان اي ذك ار نقط بتكون ايه بتكون ها بتكون جافة قبل ما تلمس اي حاجة ايه اي حاجة كهربائية هنبدأ بقى نصح مع بعض دول لأ زات بتيجي مع المفرد بتيجي مع اي اولاد از انا عندي هنا جمع هتاخد اي اولاد ار مش مش از زيس كارز لا تبقى كار بس من غير از من غير الاس لان هي ايه اولاد مفرد زيس ستوري ار لا تبقى هنا از يا اولاد مش ار لان احنا عندنا زيس وزات بيجي معهم المفرد مش الجمع اوكي هنقرأ الكتعة دي في صفحة 178-178 ونحل عليها على طول يلا نقرأ يساعد الناس يستخدموا الضوء ويستخدموا الضوء ويستخدموا الكمبيوترات الكهرباء الكهرباء مهمة ويستخدمها لننور البيوت بتاعتنا ممكن تأزينا بيعلم زي تعملك بامان وزيلكتر سيتي مع الكهرباء اي حاجة بأيدي مبللة ويحطش اي حاجة في المكبس خاطر جدا احنا جلنا صدمة كاربائية مش هنقدر نسيطر على اجسامنا الالكتر سيتي كان اي نقص ممكن تحرقنا عن اي يا ولاد عن المزارعين درايفر ساقين الكهرباء طبعا عن الكهرباء بعد كده الكهرباء بعد كده الكهرباء يعني يؤذي نظيف هيرت يؤذي ولا كير طبعا هيرت الكلمة اللي بتسويها مهمة في منزلنا هنقول لان نحن بنستخدمها لان هي بتنور اي اولاد بيوتنا دي تنفع الايجابة طبعا ايجابة للسؤال رقم ثري طيب هنا بيقولي لخز البراجراف الثاني في جملة واحدة انا عندي زي ما انتم شايفين عايزين نلخص البراجراف الثاني ده في جملة واحدة ممكن نقول دي ايجابة السؤال رقم اربعة لو احنا جلنا صدمة كهربائية مشانا ده مسيطر على باسمان نكتب ايام وممكن نكتب برضو جملة تانية مفوض تكون حازر لما تيجي تستخدم الكهرباء هنا ياولاد هتوقع ونحط في الاخر العام سفاهم لاندي سؤال اتكلمنا عنها في الدرس النهاردة ومجابة عنها في نهاية الكتاب تقدر تستعين بداية وتستعين بداية وتكتب البراجراف بتاعك بمتاز سهولة سيب لك تحت في اسفل الفيديو ازا تكتب براجراف ازا تكتب ايميل صفحة الفيسبوك لو محتاجها للتبصار وكامل تشغيل الصف الرابع ابتدائي عشرين خمسة وشترين ما اول فيها جميع الفيديوات الوحيدات السابقة مشروحة ومحلولة من كتاب الجيم وكتاب المعاصر والتقييمات الاسبوعية الخاصة بمواقع الوزارة السنة الرابعة اللي لسه مشاركش في القناة وفعل زر الجرس ينزل اشترك حانا فعل زر الجرس يشوصل لكل جديد شاركي الفيديو ده مع ازيكه عشان يوصل لأكبر قدر ممكن بالطلاب ودعمنا بلايك لو الفيديو عجبك اشكركم جميعا كانت معاكم مساس ما ياسر اشوفكم في الفيديو جديد